نظمت ليلة الباريها السفارة الفرنسية لدى البلاد مع دوة أشاه حضرها الأديث من الشخصيات عرض من خلالها ما تشمله الثقافة الفرنسية من الوجبات التي تمثل المطبخ الفرنسي تقرير منصورة محمد يوسف يجي هذا المؤتمر الصخفي الذي نظم بسفارة الفرنسية لدى البلاد تزامنا مع اليوم الوطني لعرض الثقافة إذا تلقذاء الفرنسي وذلك بهضور سفر الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوست والذي تطرق قلال المناسبة إلى أهمية تنظيم مثل هذه المأدوبة التي بدأ الفرنسيون يحتفلون به منذ عام 1912 في كل دول العالم ولأول مرة تنظم هذه المناسبة بسفارة الفرنسية لدى البلاد بمشاركة سلاسة مطاعن كبرى شادية تمثلت في ريزيدانس ونوفوتيل لاشادين وفندق ميركيس وعن أهمية الاحتفال بنوعية تلقذاء الفرنسي يهدثنا مشرف مطبق فندق نوفوتيل النايم قالا ونشر بأن هذه الأنواع من الأطئمة المعقوزة من الثقافة الفرنسية نجدها متوفرة في كل القوائم الخزائية للمطاعم الفرنسية يطبق ويعد أكثر من 150 دولة اشتركوا في القناة